ملف الكتاب والعترة أعود إلى برامج قناة المودة الفضائية في سنوات مضت كنت أحدث الذين يتابعون برامج عبر شاشة المودة الفضائية ووعدتهم في حينها من أن برنامجاً مهماً سيكون في قادم الأيام إنه برنامج ملف الكتاب والعترة والذي وصفته بأنه ملف حياتي وهو بالفعل هكذا حين أقول إنه ملف حياتي لا أتحدث عن هذا البرنامج بنحو خاص فهذا البرنامج يمثل جزءاً من حياتي لكنني جعلت حياتي كلها كما أدعي جعلتها أوراقاً من أولها إلى آخرها في ملف كبير إنه ملف الكتاب والعترة وما هذا البرنامج وإن كان قد أخذ شطراً مهماً من حياتي ما هو إلا ورقة من تلك الأوراق التي أتحدث عنها في ذلك الملف الكبير إنه ملف ديننا ملف عقيدتنا إنه ملف معرفتنا وولايتنا وبيعتنا لإمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وصلت معكم إلى الحلقة العشرين بعد المئة وهي الحلقة الأخيرة من حلقات صولة القمر هذه هي الحلقة العشرون بعد المئة من حلقات صولة القمر وهي هي الحلقة الخمسمائة وهي الأخيرة من حلقات الخاتمة إنه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة وهي هي نفسها الحلقة الحادية والسبعون بعد السبعمائة إنها حلقات برنامج ملف الكتاب والعترة هذا البرنامج له مقدمة مقدمة هذا البرنامج برنامج عنوانه ملف التنزيل والتأويل موجود على الشبكة العنكبوتية ملف التنزيل والتأويل في سبعة وعشرين حلق سبعة وعشرين حلق وقت هذه الحلقات ستون ساعة إحدى وخمسون دقيقة خمسة وأربعون ثانية ستين ساعة واحد وخمسين دقيقة خمسة وأربعين ثانية أول حلقة بدأت وهي أول حلقة من برنامج ملف الكتاب والعترة لأن البرنامج هذا كان مقدمة إنه مقدمة ضرورية جدا لبرنامج ملف الكتاب والعترة أول حلقة كانت في ستعش جمادى الأول ألف واربعمية وأربعة وثلاثين هجري قمري الموافق تسع وعشرين ثلاثة الفين وثلاث عشر ميلادي من هنا بدأ برنامجنا برنامج ملف الكتاب والعترة بعد أن تمت حلقات ملف التنزيل والتأويل جاءنا الجزء الأول من أجزاء ملف الكتاب والعترة والذي عنوانه العقل الشيعي العقل الشيعي في خمسة وعشرين حلقة وقته أربعة وستون ساعة ثلاثون دقيقة ثمانية وعشرون ثاني أربعة وستين ساعة وثلاثين دقيقة وثمانية وعشرين ثانية ثم يأتينا الجزء الثاني أول حلقة من العقل الشيعي كانت في خمسة عشر ذي القعدة ألف واربعمية واربعة وثلاثين هجري قمري الموافق اثنين وعشرين تسعة الفين وثلاث عشر ميلادي ثم يأتينا الجزء الثاني الكتاب صامت في ستة وخمسين حلقة ستة وخمسين حلقة وقت الكتاب الصامت مية واسبع طعس ساعة وثمان دقائق واسبع طعش ثانية أول حلقة كانت في اسبع طعش رجب ألف واربعمية وخمسة وثلاثين هجري قمري الموافق اسبع طعش خمسة الفين واربع طعش ميلادي شمسي ثم جاءنا الجزء الثالث الكتاب الناطق مية وثلاثة وستين حلقة مية وثلاثة وستين حلقة وقت الكتاب الناطق أربعمية وستة وثلاثين ساعة وسبعة وثلاثين دقيقة وسبعة وخمسين ثانية أول حلقة بدأت أهدعش ربيع الثاني ألف واربعمية وسبعة وثلاثين هجري قمري الموافق اثنين وعشرين واحد الفين وستعش ميلادي شمسي وجاءنا بعد ذلك الجزء الرابع الخاتمة في خمسمائة حلقة وقت الخاتمة ألف وميتين وواحد وعشرين ساعة خمس دقائق واحد وعشرين ثانية إلى حلقة يوم أمس حلقة اليوم لم تكن محسوبة إلى حلقة يوم أمس ألف وميتين وواحد وعشرين ساعة وخمس دقائق وواحد وعشرين ثانية فأول حلقة من هذا البرنامج بدأت في تسعة وعشرين ثلاثة الفين وثلاث عش ميلادي وآخر حلقة هي اليوم ثلاثين سبعة الفين وثلاث وعشرين عشر سنوات وأربع أشهر بالحساب الميلادي الشمسي بحسب الحساب الهجري القمري أول حلقة في ستعش جماد الأول ألف أربعمية وأربعة وثلاثين هجري قمري وآخر حلقة هي اليوم إهدعش محرم ألف أربعمية وخمس واربعين هجري قمري عشر سنوات وثمانية أشهر عدد الحلقات من أول حلقة إلى آخر حلقة إلى حلقة اليوم سبعمية وواحد وسبعين حلقة وقت البرنامج من بدايته إلى نهاية الحلقة الماضية حلقة اليوم ليست محسوبة ألف وتسعمائة ساعة وثلاثة عش دقيقة وثمانية وأربعين ثانية هذا البرنامج امتد في مدة زمانية تجاوزت العشر سنوات وعدد ساعاته ألف وتسعمائة ساعة وثلاثة عش دقيقة وثمانية وأربعين ثانية إلى نهاية حلقة يوم أمس الحلقة الماضية بعد ذلك نضيف وقت هذه الحلقة إلى ألف وتسعمائة من الساعات وثلاثة عش دقيقة وثمانية وأربعين ثانية هناك عمل عندنا في مؤسسة القمر للثقافة والإعلام أن نحول هذه البرامج والتي هي كتب متلفزة إلى كتب ورقية عندنا الكثير من العوائق ولكننا نشتغل في هذا الاتجاه ولذا فإن مؤسسة القمر للثقافة والإعلام لها جناحان الجناح الأول القمر الفضائية التي هي بين أيديكم والجناح الثاني القمر للنشر القمر للنشر هذا الجناح يتولى تحويل هذه الكتب المتلفزة إلى كتب ورقية نتمنى أن ننجح في هذا هذا البرنامج إذا أردنا أن نحوله إلى كتب ورقية كما هو من بدايته إلى نهايته الذي أتوقعه وهذا التوقع ليس توقعا جزافيا وإنما هو توقع مبني على مقدمات دقيقة إذا ما استطعنا أن نحول هذا البرنامج إلى كتب ورقية فإنه سيكون على الأقل على الأقل في ثمانين جزء والأجزاء تتراوح ما بين أربعمية وخمسين صفحة إلى خمسمية وخمسين صفحة موسوعة كبيرة هذا البرنامج موسوعة علمية معرفية ثقافية بشكل واسع مع المصادر والوثائق والأدلة والحقائق منذ بدايته وإلى نهايته البرامج بشكل عام في قناة القمر يمكننا أن نقول من أنها بمجموعها كلها تشكل موسوعة واحدة لكنني أركز بشكل خاص على هذا البرنامج البرامج التكميلية لهذا البرنامج يمكنني أن أعد كل برامج قناة القمر هي برامج تكميلية لهذا البرنامج لملف الكتاب والعترة لكنني أركز على برنامجين من تلك البرامج البرنامج الأول الأمان الأمان يا صاحب الزمان هذا برنامج ضروري جدا أن يكون برنامجا تكميليا لملف الكتاب والعترة البرنامج الآخر هو برنامج ما بين واقعين واقع الدنيا وواقع الدين هذان البرنامجان برنامجان ضروريان إنما أقول هذا الكلام كي أنبه الذين يريدون دراسة هذه البرامج والذين لا يملكون وقتا بإمكانهم أن يركز على برنامج الخاتمة من أوله إلى آخره وأن يضيف إلى برنامج الخاتمة الحلقات الأربعين في برنامج ما بين واقعين التي تحدثت فيها عن المذهب الطوسي أعتقد أن تعريفا إجماليا بتعريخ هذا البرنامج قد وضعته بين أيديكم سأحدثكم عن أهم المطالب التي طرحت في هذا البرنامج سألخصها لكم في دقائق هذا البرنامج طويل الذي تجاوز وقته أكثر من ألف وتسعمائة ساعة سألخصه لكم في دقائق ولكن بعد الفاصل ودعا بولده الرضيع يودعه فأتته زينب بابنه عبد الله وأمه الرباب فأجلسوا في حجره يقبله ويقول بعدا لهؤلاء القوم إذا كان جدك المصطفى ختمهم ثم أتا به نحو القوم يطلب له الماء فرماه حرمله بتام فذبح فتلقى الحسين أزم بكفه ورمى به نحو السماء فلم تسقط منه قطره وخال أهون ما نزل بي أنه بعين الله اللهم لا يكن أهون عليك من فطيل إلهي إن كنت حفست عن الناطر فاجعله لما هو خير منه وانتقم لنا من الظالمين واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في العاجل اللهم أنتشاهدوا على قوم قتلوا أشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه وآله ألخص لكم هذا البرنامج الطويل المفصل والمفصل جدا في هذه النقاط الوجيزة زبدة ما تم ذكره في هذا البرنامج أولا الدين دين العلم الصحيح والعقل السليم والمراد من أننا لا نعتمد على الظنون وعلى الاحتمالات مثل ما يفعل علماء سقيفة بني ساعد وعلماء سقيفة بني طوس وما هم بعلماء هم يطلقون على أنفسهم هذه الأوصاف أتباعهم يطلقون عليهم هذه الأوصاف هؤلاء صنعوا دينا من الأوهام والظنون والاحتمالات الزائفة الدين لا يؤخذ من المنامات أو من التكهنات التي لا حقيقة لها أو من المكاشفات الصوفية وأمثال ذلك الدين لا بد أن يكون مبنيا على العلم الديني الصحيح من مصادره الصحيحة وأن يأتي في سياق قواعد العقل السليم فهذا البرنامج من أوله إلى آخره كان يصر على هذه الحقيقة الدين دين العلم الصحيح والعقل السليم ثانيا مصادر العلم الصحيح قرآنهم بتفسيرهم وتفسيرهم وحديثهم بتفهيمهم وهذا ما سار عليه البرنامج من أوله إلى آخره قطعا بحدود الإمكان بحدود الإمكان النقائص البشرية تحاصرنا تحاصرنا من الداخل ومن الخارج نقائصنا البشرية وغفلتنا وسهونا ونسياننا إلى قائمة طويلة من هذه النقائص تحاصرنا تحاصرنا من الخارج ومن الداخل لذا حينما أتكلم فإنني أتكلم مع النظر إلى هذه النقائص من أنها موجودة قائمة لا يمكن الفرار منها إذن ثانيا مصادر العلم الصحيح قرآنهم بتفسيره وحديثهم بتفهيمهم ولا يوجد شيء ثالث إذا ما وجد شيء ثالث فتلك الظنون والإحتمالات وتلك الأوهام والمنامات وتلك السفاهة والمكاشفات هذا هو العلم قرآنهم بتفسيرهم بحسب مضمون حديث الثقلين وبحسب مضمون بيعة الغدير بعيدا عن ترهات السقيفتين اللعينتين إذن أولا الدين دين العلم الصحيح والعقل السليم وثانيا مصادر العلم الصحيح قرآنهم بتفسيرهم هم أهل القرآن وحديثهم بتفهيمهم ثالثا أبعد جهة في العالم الذي نعيش فيه أبعد جهة عن دين العترة الطاهرة وأجهل جهة وأكذب جهة وأكثرها إضرارا بالدين وأهل الدين المذهب الطوسي الذي يتمثل بمراجع النجف وكربلاء والحوزة التابعة له وأعتقد أنني قد تحدثت في هذا الموضوع كثيرا وبالأدلة والوثائق والحقائق التي لا يستطيع أحد أن يردها لو كانوا قادرين على ردها لردوها إذن ثالثا أبعد جهة عن دين العترة الطاهرة وأجهل جهة وأكذب جهة وأكثرها إضرارا بالدين وأهل الدين المذهب الطوسي الذي يتمثل بمراجع النجف وكربلاء والحوزة التابعة له رابعا على المستوى العقائدي الدين يساوي الإمام والإمام يساوي الدين هذا هو منطق هذا البرنامج منذ أول كلمة فيه إلى آخر كلمة ستكون في هذه الحلقة على المستوى العقائدي كان البيان وفقا لهذا المنطق الدين يساوي الإمام الإمام يساوي الدين إذن ديننا إمامنا وإمامنا ديننا وعلى المستوى العلمي الديني الدين يساوي الغدير والغدير يساوي الدين إذن ديننا غديرنا بيعة غديرنا وغديرنا بيعة غديرنا ديننا هذا هو منطق برنامج ملف الكتاب والعترة من أوله إلى آخره الدين يساوي الإمام والإمام يساوي الدين هذا على المستوى العقائدي وعلى مستوى العلم الديني الدين يساوي الغدير مواثيق بيعة الغدير والغدير يساوي الدين خامسة العبادة الحقيقية في حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما سألوه عن القائم ماذا قال لو أدركته لخدمته أيام حياتي هذه العبادة الحقيقية التي تحدث عنها هذا البرنامج من أوله إلى آخره إذن خامسا العبادة الحقيقية في حديث إمامنا الصادق صلوات الله عليه حينما سألوه عن القائم فقال لو أدركته لخدمته أيام حياتي هذه عبادتنا الحقيقية سادسا سر النجاة سر النجاة في حياتنا الدنيوية وفي حياتنا الأخروية سر النجاة العقيدة السليمة وهي الكون مع إمام زماننا نظريا وعمليا أعتقد أن الكلام واضح سادسا سر النجاة العقيدة السليمة نجاة الدنيا والآخرة سر النجاة العقيدة السليمة ما هي العقيدة السليمة تعريف إجمالي واضح لها وهي الكون مع إمام زماننا نظريا وعمليا هذه خلاصة خلاصة للذي جاء في هذا البرنامج الكبير الذي امتد إلى أكثر من عشر سنوات أتمنى أن تنتفعوا منه وأتمنى أيضا أن أنجح في تحويله إلى كتاب ورقي نذهب إلى فاصل تحويله ماذا تحويله يا مهجة حشايا يحسن يا الماضاك من قبل الزبح ما أتمنى أيضاك أتمنى أيضاك أتمنى أيضاك يا خليصي بسان لولي بحر هاي معناها يعني أخويا ابن أمي وأبويا لو خيرون يا خليصي يا حبيبي يا عزيبي شا تريد تقول يقول لو خيرون يا خليصي بقيت وياك اجلس على قبرك يا نور العين وانعاك الحير أهلا لكني لا ضلت من يبرى اليتام لكني لا ضلت من يبرى اليتام لطوح الحاد وحذي ابعاد اللعين بعد وليت وجهت آتي سيدتي أوفدت إلى المثلات إلى العلق من أبو فاضي أوفدت إلى المثلات والعبر جاري أوفحت يراع المشرع لنفس به أعضب القدر للشام والدون وهويل برامج برامجنا القادمة برامجنا القادمة ستكون في الاتجاه نفسه الاتجاه الذي حدده لنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما قال لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي هذا الحديث الشريف وهذه الكلمات الصادقية المعصومة هي بوصلتنا في تحديد اتجاهات برامجنا بل هذه بوصلتنا في تحديد اتجاهات حياتنا في كل أبعادها إذا كنا صادقين فيما ندعي من أننا شيعة للحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه من البرامج التي وعدتكم بتقديمها برنامج الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة وهذا سيأتينا في قادم الأيام إذا أردت أن أضع قائمة لترتيب البرامج فأول برنامج سيأتينا في الأيام القادمة هو هذا البرنامج الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة وهناك برنامج آخر في الطريق أيضا في فناء قرآنهم في فناء قرآنهم إنها ثقافة قرآنهم قرآن محمد محمد وآل محمد صلوات الله عليهم عبر هذه الشاشة عبر شاشة القمر في فناء قرآنهم برنامج في طريقه إليكم إن شاء الله تعالى إذا جرت الأمور بأسبابها ولم يكن هناك من مانع أو من معوق وهناك برامج أخرى سنعلن عنها في وقتها في إعلاناتنا عبر شاشة التلفزيون وعبر مواقعنا الألكترونية هناك رسالتان أجد نفسي ملزما أن أجيب عليهم لأنني قد وعدت الذين أرسل هاتين الرسالتين الرسالة الأولى من مجموعة والرسالة الثانية من مرسل واحد الرسالتان من النجف هذه الرسالة الأولى والتي وصلتني يوم الاثنين واحد وعشرين ذي ذي الحجة ألف أربعمية وأربعة وأربعين هجري قمري والموافق عشر سبعة الفين وثلاثة وعشرين ميلادي شمس وقد اتصلت بالذين أرسلوا الرسالة كي أجيبهم عبر التلفون لكنهم كانوا يريدون الجواب عبر التلفزيون فلذا سأجيب على سؤالهم على رسالتهم في هذه الحلقة سأقرأ جانبا منها لأن الرسالة طويلة لا أستطيع أن أقرأها بكاملها فضلا عن أن جانبا منها يخصني يتحدثون عما استطاعوا أن ينتفعوا من من برامجي وهذا بالنسبة لي ليس أمرا مهما أن أقرأه على الشاشة في بداية الرسالة نحن جمع من المؤمنين في العراق وممن اضطهدنا في زمن الطاغية الملعون يتحدثون عن صدام نحن جمع من المؤمنين في العراق وممن اضطهدنا في زمن الطاغية الملعون ولازلنا مهمشين في زماننا هذا أيضا لأنهم لا ينتمون إلى الأحزاب الموجود وهذا هو الواقع الذي يجري في العراق ولازلنا مهمشين في زماننا هذا أيضا بل لازلنا نعيش الخوف الذي كنا نعيشه آنذاك ولكن مع الفارق إلى أن يقولوا لقد استفتينا بعض المراجع في النجف الأشرف حينما اتصلت بهم تلفونيا أخبروني من أنهم سألوا محمد سعيد الحكي المرجع المتوفي لقد استفتينا بعض المراجع في النجف الأشرف حول العمل السياسي مع الأحزاب الفاسدة في العراق يتحدثون عن الأحزاب الشيعية وذكرنا لهم بأننا لا نستطيع أن نقوم بعمل يخدم عقيدة محمد وآل محمد ولا خدمة الناس من خلال القضاء على الفاسدين في دوائر الدولة من أصغرهم إلى أكبرهم فقلنا لهم إننا نريد أن نخدم ولكننا لا نستطيع أن نقوم بواجبنا كمؤمنين بسبب النفوذ الكبير لتلك الأحزاب في جميع المناصب ومراكز الدولة المهمة وإذا ما أردنا أن نصل إلى بعض الوظائف فلابد لنا من الانتساب إلى أحد الأحزاب الفاسدة المطبوع إحدى فلابد لنا من الانتساب إلى أحد الأحزاب الفاسدة لكي يكون سنداً لنا فيما لو أمرنا بمعروف أو نهينا عن منكر أو حاربنا الفاسدين أو المرتشين فلابد من وجود حزب أو حركة تدعمنا لكي نقوم بواجبنا ومن دون ذلك قد نتعرض للتصفية فيما لو قمنا بالإصلاح فكانت الإجابة من قبل مكتب المرجع يتحدثون عن محمد سعيد الحكيم فكانت الإجابة من قبل مكتب المرجع بأنه إذا كان لابد من ذلك فيمكنكم الانتماء لأي حزب من أجل أن تقوموا بواجبكم الشرعي على أن لا يعارض شريعة سيد المرسلين ذلك جواب المرجعية بغض النظر عن جواب محمد سعيد الحكيم أو عن جواب غيره لا شأن لي بما يقولون هم يوجهون السؤال لي فما هو جوابكم لهذا السؤال هل يجوز الانتماء لأحد الأحزاب الموجودة في العراق يتحدثون عن الأحزاب الشيعية الدينية السياسية هل يجوز الانتماء لأحد الأحزاب الموجودة في العراق بنية الإصلاح وكما تعلمون بأن كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الأخوان ما قاله إمامنا الكاظم لعلي بن يقطين الذي صار وزيرا عند الرشيد العباسي زمن إمامنا الكاظم صلى الله عليه وكما تعلمون بأن كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الأخوان بين قوسين نص الإمام الكاظم لعلي بن يقطين في زمن هارون العباسي ونحن إذ نعيش نفس دولة نظام بن العباس لعنهم الله فبالمطابقة لذلك هل يجوز العمل في دوائر الدولة العراقية المنضوية تحت سلطة بن العباس الظالمة من خلال الانتماء لبعض أحزابهم انتهى سؤالهم وانتهت رسالتهم السؤال السؤال واضح إنهم يسألون عن حكم الانتماء إلى الأحزاب الشيعية الدينية السياسية الفاسدة الفاسدة التي تحكم العراق في هذا الوقت ما بعد 2003 ميلاد هل يجوز لهم أن ينتموا إلى هذه الأحزاب مع فسادها وضلالها لأجل أن يقوموا بإصلاح مثل ما يقولون وجاءوا بمثال جاءوا بعلي بن يقطين أنا أقول لهم بعد السلام والتحية من أن مثال علي بن يقطين لا ينطبق هنا هذا المثال له خصوصيته يمكننا أن ننتفع من هذا المثال في جهة أو حيثية إجمالية في موضوع العمل مع الظالمين لكن أن نطبق هذا المثال على واقعنا اليوم فهذا ليس دقيقا هذه الواقعة حدثت بوجود الإمام المعصوم بوجوده الظاهري والحاضر علي بن يقطين كان على علاقة خاصة بإمامنا الكاظم صلوات الله عليه وعلي بن يقطين هو جزء من الجو العباسي لم يكن قد التحق بالجو العباسي فأبوه أبوه يقطين كان من مؤسسي الدولة العباسية وإلا فإن الأمر لم يكن هكذا حدث من أن هارون العباسي يجعله وزيرا والمراد من الوزير في ذلك الزمان أن جعله رئيس الوزراء لم يكن هذا المصطلح موجودا في ذلك الزمان حينما يقال فلان هو الوزير يعني رئيس الوزراء أما الوزراء فيقال لهم أصحاب الدواوين فعينما يقال فلان صاحب ديوان المظالم في زماننا يقال له وزير العدل والذي يقال له وزير في ذلك الوقت يقال له في زماننا رئيس الوزراء على أي حال هذا الأمر ليس مهم أن أخوض في مثل هذه التفاصيل لكنني بيّنت هذا لتوضيح المطلب حادثة علي بن يغطين لا نستطيع أن نقيس عليها وهناك أمر مهم جدا لا بد أن يلتفت إليه من أن علي بن يغطين كان يعود بثمار عمله إلى جهة شرعية تقود العمل أي جهة شرعية في زماننا تقود العمل الصالح لا توجد جهة شرعية لا في السياسيين ولا في مراجع الدين أحدهما أسوأ من الآخر أحدهما أرذل من الآخر أحدهما أفسد من الآخر فلا توجد جهة شرعية يمكن أن تنتفع من ثمار العمل الذي تريدون أن تقوموا به نظريا نظريا في المستوى النظري لهذه المسألة يجوز لكم يجوز لكم أن تعملوا بحسب ما ذكرتم في سؤالكم بشرط أن تكونوا متأكدين من أنكم قادرون على الانتفاع بالنسبة لكم وعلى منفعة إخوانكم إذا كنتم قادرين كما تقولون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنتم قادرين على الإصلاح وعلى محاربة الفساد هذا الكلام نظري نظري فقط إذا كان هذا يتحقق على أرض الواقع يجوز لكم بشرط أن لا تتورط في الظلم وأن لا تتورط في نشر ضلال أفكارهم لكننا إذا نظرنا إلى الواقع على الأرض هل يمكنكم أن تحققوا هذا بحسب المعطيات المتوفرة والمعلومات الحاضرة بين أيدينا من وجهة نظري ربما تمتلكون معطيات أفضل من المعطيات التي عندي لكن بحسب المعطيات المتوفرة لدي فإن الواقع الشيعية في جهته السياسية أو في جهته الدينية لا يسمح لكم ولا لغيركم أن تتحركوا في جهة الإصلاح لأن الأحزاب الدينية الشيعية السياسية التي تحكم البلاد هذه أحزاب أسست على الفساد الفساد متجذر فيها الفساد ما هو بحالة طارئة على هذه الأحزاب إن كانت هذه الأحزاب أسست قبل 2003 أو أسست بعد 2003 الأحزاب الأحزاب الدينية الشيعية السياسية ما قبل 2003 وما بعد 2003 أحزاب الفساد فيها متجذر لا أقول من أن الفساد قد وصل إلى النخاع هذه الأحزاب نخاعها فساد وليس أن الفساد وصل إلى نخاعها الأحزاب الدينية الشيعية السياسية التي أسست قبل 2003 زمن المعارضة أو التي أسست بعد 2003 بعد سقوط النظام الصدامي المجرب على الإطلاق من أولها إلى آخرها أحزاب نخاعها فساد لا أقول من أن نخاعها فاسد لا أقول من أن الفساد وصل إلى نخاعها أبدا فإن نخاعها ليس فاسدا وإنما فساد هذه الأحزاب مادة فاسدة في باطنها وفي ظاهرها هذه الأحزاب كيانات فساد كيانات ضلال كيف تستطيعون أن تتعاملوا معها أما المرجعيات الدينية التي تحمي هذا الفساد فهي أفسد من هذه الأحزاب لأن المرجعيات الدينية تحمي هذه الأحزاب بشكل مباشر وبشكل غير مباشر ومصلحة المرجعية الدينية في النجف مصلحتها في انتشار الفساد هذه المرجعيات قبل 2003 كانت تؤسس على أمرين على علاقة حسنة سرية مع الحكومات وعلى كذب وبيان للمظلومية يضحكون به على أتباعهم من الشيعة الذين يحبون المظلومية ويرقصون لأجلها ويغنون عليها الشيعة يحبون هذا العنوان يميلون إليه يريدون المظلومية هذا أمر بحثه يحتاج إلى تفصيل في القول لكن الواقعة هو الذي يتحدث عن هذا وأضرب لكم مثالا طريفا مناسبات الأفراح الدينية الأعياد مواليد الأئمة الشيعة لا يحسنون إقامتها لا يحسنون إقامتها لكن مناسبات الاستشهاد محرم وصفر الشيعة متخصصون بهذا من صغارهم إلى كبارهم الأطفال الصغار يحسنون إقامة العزاء الأخوة الذين كانوا سنة وصاروا شيعة حينما أشاركهم في المناسبات الدينية الشيعية إذا كانت المناسبة مناسبة فرح يحسنون إقامة البرنامج ولكن في أيام العزاء يقولون نحن لا نحسن إقامة البرنامج نتركه للشباب الشيعة من العراقيين وغيره هذه حقيقة موجودة على أرض الواقع مراجع النجف قبل 2003 يقيمون علاقة حسنة إلى أبعد الحدود مع الحكومة في بغداد ومع الحكومة في طهران قبل تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية تغيرت الأوضاع وساءت العلاقة فيما بين مراجع النجف وطهران ولكن في أيام الشاه مثلا وحتى في أيام أبيه هناك علاقة حسنة فيما بين مراجع النجف وحكومة طهران وفي الزمان القاجاري وفي الزمان الصفوي وآكذا ويظهرون مظلومية لأتباعهم أتذكر حينما كنا صغارا يخبروننا في المسجد من أن الخوئي محاصر من قبل البعثيين وهو كذب كذب فكنا نقرأ دعاء الفرج والدموع تسيل من عيوننا كي يفرج عن الخوئي يضحكون علينا وحق الزهراء البتول يضحكون علينا ولا زال الأمر هو هو يجري إلى هذه اللحظة مراجع النجاف قبل 2003 علاقاتهم الحسنة مع حكومة بغداد كانت على خدم وساق مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية دهنوا دبيس ولذا فإن الحكومة في بغداد إذا لم تكن فيما بينها وبين المرجع في النجاف من علاقة حسنة تقوم بقتله مثل ما قتلت محمد باقر الصدر ومثل ما قتلت محمد الصدر حينما ساءت العلاقة فيما بين محمد باقر الصدر والحكومة قتل محمد باقر الصدر والأمر هو هو مع محمد الصدر حينما ساءت العلاقة فيما بينه وبين حكومة بغداد قتل محمد الصدر بينما أرخوئ بقي معززا مكرما مدللا هو وأولاده إلى أن مات وبقي أولاده مدللين بعد موته أما حادث قتل محمد تق الخوئ فلم يكن للبعثيين فيه من ياد أبدا هناك من قتله حتى إذا أردت أن أحتمل أن البعثيين قتلوه لصالح مرجعية السستاني وليس لأمر هم يريدونه وإنما لصالح مرجعية السستاني للعداء الذي نشب فيما بين محمد تقي الخوئ والسستاني بعد أن انقلب السستاني على سيده محمد تقي الخوئ كان سيده هو الذي جعله مرجع وهذه الحكاية مفصلة في برامج وبالوثائق والحقائق والدقائق وبالمعلومات الدقيقة جدا عودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر ستجدون التفاصيل كاملة وبغض النظر عن هذه التفاصيل بعد 2003 تغيرت الأوضاع في العراق وصار المراجع هم الذين يحكمون بغداد ولذا فهم بحاجة إلى بيئة فاسدة كي يستطيع أن يحافظ على فسادهم البيئة الفاسدة يستطيعون من خلالها أن يهاجم الفساد كذبا وزورا وهم الذين يدافعون عن الفساد بنحو مباشر وبنحو غير مباشر وهم أنفسهم فاسدون وهذه الحكاية تحتاج إلى تفصيل في القول وإلى بسط في الكلام الحلقة ليست معدة لهذا ربما في حلقات قادمة أخصصها للحديث عن هذا الموضوع عن جرائم مراجع النجف وبالتحديد أتحدث عن السستاني هناك سلسلة طويلة من الجرائم الدينية والدنيوية لا أريد الحديث عنها الآن في واقع فاسد إجرامي قذر تهيمن عليه المرجعية الفاسدة المجرمة القذرة بكل مراتبها لا أتحدث عن مرجعية السستاني فقط عن السستاني ورفاقه من مراجع السوء في النجف وكربلاء واقع هو هذا كيف تستطيعون أن تأمر بمعروف أو أن تنهو عن منكر أو أن تقوم بإصلاح أو أن تحارب فسادا بالنسبة لي لا أستطيع أن أتصور شيئا من هذا هذا أمر لا يوجد إلا في الخيال لكنني أقول لكم بالإجمال وبعيدا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعيدا عن الإصلاح ومحاربة الفساد هذه أمور لن تتحقق في العراق مراجع النجف هم الذين يريدونها أن تبقى لا بد أن تبقى لأن الفساد هذا هو وسيلة حماية لفساد المراجع أنفسهم لفساد أولاد المراجع لفساد أصخار المراجع لفساد أحفاد المراجع لفساد المرجعية نفسها مرجعيات قذرة فهسدة منحطة تبحث عن حصانة لها في الفساد نفسه وهذا هو الذي يجري منذ 2003 وإلى هذه اللحظة وسيبقى موجودا وأما أن يقول قائل من أن فلانا من السياسيين أو من أن فلانا من أصحاب العمائم في النجف أو كربلاء يريد حرب الفساد عود قبض من دباش نذهب إلى فاصل أبا عبد الله وقدست ذكراك لم أن تحل ثياب التقات ولم أدعي وقدست ذكراك وقدست ذكراك لم أن تحل ثياب التقات ولم أدعي تقحم تصدري وريب الشكوك يضج بجدرانه الأربع تقحم تصدري وريب الشكوك يضج بجدرانه الأربع ورانا سحاب صفيق الحجاب علي من القلق المفزع وهبت رياح من الطيبات والطيبين ولم يقشع إذا ما تزحزح عن موضع تأبى وعاد إلى موضع وجاز بي الشك فيما مع الجدود إلى الشك فيما معي وجاز بي الشك فيما مع الجدود إلى الشك فيما معي إلى أن أقمت عليه الدليل من مبدأ بدم مشبعي بدمك يا حسين إلى إلى أن أقمت عليه الدليل من مبدأ بدم مشبعي فأسلم طوعا إليك القياد فأسلم طوعا إليك القياد قياد عقولنا وقياد قلوبنا وقياد أفكارنا وأذهاننا وأرواحنا وضمائرنا فأسلم طوعا إليك القياد وأعطاك إذ عانت المهط فنورت مظلم من فكرتي فنورت مظلم من فكرتي وقومت مع وج من أضلعي وآمنت إيمان من لا يرى سوى العقل في الشك من مرجعي وآمنت إيمان من لا يرى سوى العقل في الشك من مرجعي بأن الإباء ووحي السماء وفيض النبوة من منبعي تجمع في جوهر خالص تنزه عن عرض المطمع تقحم تصدري أبا عبد الله وريب الشكوك يضج بجدرانه الأربع فأسلم طوعا إليك القيادة وأعطاك إذ عانت المهطعي فداء فداء لمثواك من مرجعي خلاصة الكلام بعيدا عن كل الذي تقدم ذكره إذا كنتم بحاجة شخصية للعمل في دوائر الحكومة وهذا لا يكون إلا عبر الانتماء إلى أحزاب الفساد هذه بإمكانكم أن تفعلوا ذلك بشرط أن لا تتورطوا في الظلم والفساد إذا كنتم قادرين على ذلك يمكنكم أن تقوموا بهذا أما أن تدخل إلى هذه الأحزاب لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولأجل الإصلاح ولأجل محاربة الفساد فهذا كلام لا حقيقة له وحينئذ فإن الذي تقصدونه لن يتحقق على أرض الواقع وإن الذي سيتحقق على أرض الواقع ليس هو الذي تقصدونه أما إذا كنتم بحاجة شخصية للراتب مثلا للوظيفة لحوائجكم في حياتكم الدنيوية ولا يوجد مجال إلا هذا المجال أن تعملوا مع هذه الأحزاب لأجل تأمين لقمة العيش بإمكانكم بشرط أن لا تتورطوا في الظلم والفساد إذا كنتم قادرين على ذلك يمكنكم أن تفعلوا هذا أما هذه الحكاية المفصلة في سؤالكم بالنسبة لي لا أعتقد أنها تتحقق عملية تقولون من أن بإمكانكم أن تفعلوا ذلك فهذا أمر جائز يجوز لكم لكنني أقول لكم من الجهة العملية لن تستطيعوا أن تفعلوا ذلك هذا ما يرتبط بالرسالة الأولى أما الرسالة الثانية وهي من مرسل واحد الرسالة الأولى كانت من مجموعة ورسالة الثانية أيضا من النجة ومن شخصية معروفة في الأوساط التي يتعامل معها هو يعمل في أجواء المراجع لا أقول أكثر من هذا ولن أقرأ الرسالة لأنني إذا قرأت الرسالة يمكن تشخيص المرسل وهذا سيجر عليه الويلات الرسالة وصلتني في الثاني من شهر محرم من سنة 1445 للهجرة أذهب إلى السؤال السؤال هكذا يقول يتحدث عن نفسه من أنه يعمل في أجواء المراجع لا أقول أكثر من هذا هو حدد المكان وعمله يقتضي أن يسافر إلى العاصمة مثلا من النجف إلى بغداد أو من النجف إلى البصرة أو إلى أي مكان آخر سؤال سؤاله هل هذا السفر سفر معصية باعتبار أنني تحدثت عن هذا الموضوع في حلقات سابقة وقلت من أن السفر الذي يكون في خدمة المذهب الطوسي هو سفر معصية وسفر المعصية تترتب عليه أحكام فهذا أسائل يسأل كي يتأكد من هذا الأمر أقول له قطعان وقطعان 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 وإلى الموت وقطعان إنه سفر معصية وتترتب عليه أحكام سفر المعصية الصلاة تكون تماما والصيام يكون تماما أيضا فإذا كان في وقت الصيام الواجب يجب عليه أن يصوم إذا كان سفر في شهر رمضان يجب عليه أن يصوم لأنه يسافر سفر معصية مراجع النجف وكربل هؤلاء كل حياتهم وكل شؤونهم في تدمير دين العترة الطاهرة وكل عمل لصالح مرجعياتهم وهذا العمل يتحقق في السفر فإن سفر سيكون سفر معصية قطعا 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 بحدود هذا هو الذي أعرفه آيات الكتاب أحاديث العترة هي التي تخبر عن هذه الحقيقة هذا ما هو بكلام جزافي وقد مر الحديث بهذا الخصوص في حلقات متقدمة ولا أريد أن أستدعي التفاصيل السابقة لكن السائل يسأل كي يتأكد من الجواب وأنا أؤكد له الجواب من أن سفرك لأجل برامج المرجعية الكذائية لا أتحدث عن مرجعية بعينها الكلام ينطبق على كل المرجعيات كل عمل لنشر سلطة تلك المرجعية لنشر الرسالة العملية لتلك المرجعية لنشر الكتب والأفكار والعقائد والتوجهات كل هذا معصيتهم لأن كل هذا لا علاقة له بدين العترة الطاهرة هؤلاء يمثلون مذهبا مخالفا لدين العترة هؤلاء طوسيون والمذهب الطوسي شافعي معتزلي مرجعي بتري أنا أقول لك يا أيها المرسل لو كان سفرك يؤدي إلى نشر مذهب أبي حنيفة أو إلى نشر المذهب الوهابي أليس هذا من سفر المعصية مذهب مراجع النجف وكربل أسوأ تريليون مرة من المذهب الوهابي وأسوأ تريليون مرة من مذهب أبي حنيفة إمامنا الصادق هو الذي يقول من أن هؤلاء المراجع أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذه الرواية صحيحة ومتينة ودقيقة وتخبرنا عن الواقع الذي نعيشه وتنطبق على مراجع النجف من السيستاني إلى أصغر مرجع في النجف تنطبق عليهم تمام الانطباق تنطبق عليهم انطباقا حقيقيا بالتمام والكمال فماذا أنت فاعل أنت تعرف الواقع على الأرض فعد إلى الرواية وقرأها وطبقها على الواقع الذي أنت تعيشه أليس الرواية تنطبق انطباقا بتمام المعنى بكل ألفاظها وحروفها على السيستاني وسائر المراجع الآخرين في النجف وكربلا إذن لماذا تقفز عليها لماذا تقفز أنت وغيرك على هذه الرواية هذه رواية صريحة واضحة على الأقل بالنسبة لي أعتقد من أنها قطعية الصدور أقطع من أنها قد وردتنا من إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ولا أحبأ بالذين لا يتفقون معي ما علاقة بالآخرين هذه عقيدتي ولا أريد أن أفرض عليك ما أعتقده لكنك سألتني وأنا أجيب هذا هو الجزء الثامن من وسائل الشيعة للحر العاملي الحر العاملي توفي سنة ألف مية وأربعة هجري قمري وهذه طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة صفحة أربعمية وستة وسبعين رقم الحديث الحديث الأول من الباب الثامن نقله عن الكافي للكلين بسند صاحب الوسائل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق إذا كان مسافرا لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق إذا كان مسافرا ولم يكن سفره سفر معصيا وإنما كان سفره سفر طاعة أو كان سفره سفرا مباحا هناك سفر الطاعة وهناك السفر المباح وهناك السفر المعصية السفر الطاعة كالذي يسافر لزيارة الحسين هذا سفر الطاعة لكما يقول مراجع النجف من أن طلاب الحوزة إذا ذهبوا إلى زيارة الحسين في كربلاء أيام الدراسة الحوزوية الشافعية المعتزلية فإن سفرهم يكون سفر معصية السفر إلى زيارة الحسين في أي وقت سفر طاعة الذي يسافر للتجارة مثلا هذا سفر مباح والذي يسافر في خدمة الظالمين أو في نشر الضلال هذا سفر معصية ومن هنا فإن سفرك يا أيها السائل يا صاحب الرسالة لأجل تقوية شأن المرجعية هذا سفر معصية لأنك تسعى في تقوية شأن الضالين المضلين إنك تسعى لنشر الضلال هؤلاء ضالون مضلون محاربون لدين العترة الطاهرة كتبهم دالة على ذلك فتاواهم مواقفهم لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق الحديث الثالث من الباب نفسه بسنده بسند الحر العاملي عن عمار بن مروان عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال عمار بن مروان يقول سمعته يقول سمع الصادق يقول من سافر قصر وأفطر لكن الإمام يتحدث عن الذي يسافر سفر طاعة وعن الذي يسافر سفرا مباحا من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد إلى صيد لأجل له وإلا فإن الذي يسافر للصيد لأجل أن يجلب الطعام لعائلته ولنفسه فهذا سفر مباح أو أن مهنته الصيد فهو يشتغل بهذه المهنة لكن الذي يخرج للصيد لله كما يفعل الحكام الأمراء والسلاطين السفر هنا سفر معصية إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو أنه يسافر لأجل معصية من معاص الله أو رسولا لمن يعص الله هذا هو الذي أنت تقوم به فالمراجع في النجف يعصون إمام زمانه يكذبون عليه ويدعون أنهم نوابه ويسرقون أموال الشيعة باسم صاحب الزمان يعصون إمام زمانهم ويرسلونك كي تدعو لهؤلاء اللصوص أو رسولا لمن يعص الله أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين هذه أمثلة من مصادق سفر المعصية من جملة هذه المصادق أو رسولا لمن يعص الله وأعتقد أن أقبح المعاصي أن ننكر بيعة الغدير عمليا وعلميا وأن نطبق بديلا عنها المنهج العمري وبعد ذلك يرسلونك كي تبلغ لهذا المنهج الضال هل هناك من معصية تكون أكبر من هذه المعصية فسفرك فسفرك سفر معصية قد تسأل عن الخطباء الذين ينتشرون في الحسينيات إن كانوا خرجوا لأجل الدفاع عن المرجعية فإن سفرهم سفر معصية أما إن كانوا خرجوا لأجل الحسين فقط فإن سفرهم سيكون سفر طاعة بشرط أن يكون حديثهم حسينية لأن يكون هراء كهراء الوائل مثلا كهذا الهراء الذي يريد السيستان أن يكون منتشرا في الأجواء الشيعية إمامنا الصادق هكذا يقول من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية له أو رسول لمن يعص له هذه الفقرة تنطبق عليك انطباقا كاملا إنه سفر معصية هناك قاعدة بيّنها لنا إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في تشخيص سفر المعصية وتشخيص سفر الطاعة صفحة 478 من الباب نفسه الحديث السادس بسنده بسند الحر العاملي عن أبي سعيد الخراساني قال دخل رجلاني على أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه بخراسان فسألاه عن التقصير عن التقصير في الصلاة والصيام فسألاه عن التقصير فقال لأحدهما وجب عليك التقصير أن تقصر في صلاتك وصيامك إذا كنت في شهر رمضان وجب عليك التقصير لماذا لأنك قصدتني فأنت في سفر طاعة وقال للآخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان قصدت الخليفة الخليفة العباسي هذه القاعدة واضحة ما كان من عمل من شأن من سفر يرتبط بإمام زماننا بدين العترة الطاهرة فهذا سفر طاعة وما كان يرتبط بغير ذلك فهو سفر معصيه شؤون مرجعيات النجف وكربلاء شؤون ترتبط بإمام زماننا أو أنها تتعارض مع إمام زماننا أنا أسألك أنت لا شأن لي بأتباعهم فأنت تعرف الحقيقة لأنك جزء من هذا الواقع وأنت قريب من هؤلاء المراجع الذين لا يملكون أدنى مستوى من مستويات الدين أتحدث عن دين العترة الطاهرة لا أتحدث عن دين الطوسي عن دين الشافعي لا أتحدث عن هذا الدين أتحدث عن دين العترة الطاهرة فهؤلاء لا يملكون أدنى مستوى من مستويات هذا الدين وأنت جد عليم بهذا فكيف لا يكون سفرك سفر معصية إنك تسافر سفر معصية يجب عليك أن تتم صلاتك ويجب عليك أن تصوم إذا كنت في شهر رمضان لكن مسألة لا بد أن أشير إليها من أنك في سفر المعصية هذا إذا كنت في حال تقية فعلا وصليت صلاتك خصرا تقية فلا يجب عليك أن تعيد صلاتك هذه إذا بقي لها وقت ولا يجب عليك أن تقضي صلاتك إذا منتهى وقتها لأن تكليفك حينئذ سيكون التقية هذا إذا كنت فعلا في حالة يجب عليك أن تتقي أما إذا استعملت التقية للمجاملة أو لدفع بعض الضرر الهي فإنه يجب عليك أن تعيد صلاتك ما دام وقتها قائما أو أن تقوم بقضائها بعد انتهاء وقتها إذا لم تكن قادرا على إتيانها في وقتها بنحو التمام فإذا كان حكمك فعلا فعلا التقية فحينما تقصر في صلاتك تقية في سفر المعصية يكون هذا حكما صحيحا ثابتا بالنسبة لك ولكنك إذا ما صليت قصرا من باب المجاملة أو لأنك كنت مستعجلا في أداء صلاتك وكانوا ينظرون إليك فإن صلاة هذه لا تحسب لك لا بد أن تعيدها إذا كان وقت الصلاة قائما أو أن تقضيها إذا خرج وقت الصلاة وما كنت قادرا على إعادتها وإلا فإن سفرك قطعان سفر معصية الميزان هو هذا ما كان مرتبطا بالعترة الطاهرة إنه سفر الطاعة وما كان مرتبطا بغيرها مثل ما هو حال دين المراجع الذي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة مطلقا وفي جميع الاتجاهات فإن سفر سيكون سفر معصية وجب عليك التقصير لأنك قصدتني الإمام الرضا يقول وقال للآخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان نذهب إلى فاصل هاي دار النواع يبعتبوها هاي دار ويبعته تحضرك زينة في دنيا وآخرة يتجاوه وعلى حال العقيل ناشده لا خيم وتلوذ بيها لا خيم وتلوذ بيه لازل موتحن عليها إيه لازل موتحن شلون بامر يتام حيروه شلون بامر يتام حيرو هاي دار النواع بعد تبوها هاي دار نواع صيح صيح بل ويا يصيح يا هل دار الله أكبر اش صار بأهلي اش خبرين ويا فلك وضعت غيار ويا مصيبة مردت قلبي واثرت حسرات أكثر بالدميع خطت لي صوار وتصوريت كل ما سدار وشاهديت محني الظهار وبمصايبها التعثار والهضمها لدهار شي طح بديها غير ناخوة قرائب هوليها والهضمها لدهار شي طح بديها غير ناخوة قرائب هوليها يا العلي يا العلي والله تجيه لها شنية تتلعى العقيل تصيح وين اخوتي وما يجاوبوها ها يدار اني ويبعتبوها ها يدار اني ويبعتبوها اعتقد انك اخاطب السائل صاحب الرسالة الثاني سمحت سمحت هذا الحديث مني مرارا وكرارا انني اقرأ الحديث من كتاب صفات الشيعة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة انه الحديث الرابع عشر بحسب تسلسل الاحاديث في هذا الكتاب بسنده بسند الصدوق عن احمد ابن محمد الخزاز قال سمعت الرضا يقول ان ممن يتخذ مودتنا اهل البيت لمن هو اشد فتنة على شيعتنا من الدجال انت في خدمة هؤلاء لا اتحدث عن شخص بعينه ان الجميع هكذا لان المشكلة ليست في الاشخاص المشكلة في المنهج المشكلة في دينهم المشكلة في عقيدتهم هذا الكلام لا يريد الاخرون ان يقبلوه هم احرار هم احرار وهذا لا يضيرني انا لا يضيرني هذا انني ابين عقيدتي هذه عقيدتي ان ممن يتخذ مودتنا اهل البيت لمن هو اشد فتنة على شعاتنا من الدجال فقلت له يا ابن رسول الله بماذا كيف صار الذين يحبونكم اشد فتنة من الدجال قطعا فان الامام يتحدث عن المراجع هنا وان لا فان النجارين مثلا وان الحدادين وان العاملين في الاطفاء مثلا او الذين يشتغلون في الزراعة او في الصناعة ما قيمة فتنتهم وما قيمة اثر تلك الفتنة على دين الناس الفتنة كل الفتنة هي عند اصحاب العمائم لان الحديث عن الدين هنا ان ممن يتخذ مودتنا هذا حديث عن العقيدة عن الدين ان ممن يتخذ مودتنا اهل البيت لمن هو اشد فتنة على شيعتنا من الدجال فتنة الدجال هل هي في الطعام وشراب ام هي في اللباس والنوم فتنة الدجال في الدين فقلت له يا ابن رسول الله بماذا قال بموالاة اعدائنا هذا هو الدين قال بموالاة اعدائنا ومعاداة اوليائنا انه اذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الامر فلم يعرف مؤمن من منافق ساحكي لك حكاية اسمه محمد ذول ثلاثة اسمهم محمد اتشبير بالنجف اول اسم محمد صدقني هذه الحكاية صحيحة مئة بالمئة قبل الكريسمس شهر 12 سنة 2022 نحن الآن في نهاية الشهر السابع من سنة 2023 انا اتحدث عن نهاية سنة 2022 قبل الكريسمس بأيام محمد اللي في النجف ارسل اثنين الى لندن واحد عراقي اسمه محمد واحد سعودي هم اسمه محمد اتفاق طريف المرسل اسمه محمد والذين ارسلوا ايضا الشخصان كل واحد منهما اسمه محمد العراق محمد والسعود محمد عند التفاصيل لا اريد ان اتحدث عن تفاصيلهم الشخصية متى ارسل هؤلاء بالضبط بعد ان فضحت الطوسي وفضحت حوزة النجف وكربلاء من انهم ليسوا على دين العترة وانما هم على مذهب اسسه الطوسي هو المذهب الطوسي وهذه اقوى ضربة وجهت لحوزة النجف عبر تأريخها منذ ان تأسست سنة اربعمية وثمانية واربعين للهجرة والى يومنا هذا اقوى ضربة وجهت لحوزة النجف ان فضحت حقيقتها وبالادلة والوثائق بغض النظر هل ان الناس صدقوا ام لم يصدقوا لكنها حقيقة اثبتت بالادلة والشواهد والحقائق والوثائق من ان الطوسي لم يكن على دين العترة ومن ان مراجع النجف وكربلاء ما هم على دين العترة انهم على المذهب الطوسي وهو مذهب شافعي معتزلي مرجئي بتري اربعون حلقة من برنامج ما بين واقعين اثبت فيه هذا الامر فضجوا في اوساطهم الخاصة محمد اللي بن نجف دس ذول الاثنيا العراقي والسعودي محمد ومحمد جاءوا بمهمة يحملون معهم مادة سمية هذه المادة يراد منها ان اسمم بها انها لا تقتل انها ليست قاتلة هذه المادة السمية ليست قاتلة انما تشل الجهاز الصوتي بحيث اذا ما نجح في ايصال هذه المادة السمية نجح في ايصالها الي وظهر اثرها علي فانني ساكون عاجزا عن الكلام صدقوني وصدقني انت يا صاحب الرسالة انني اتحدث عن معلومات دقيقة وعندي الكثير من التفاصيل واعرف ماذا جرى ويجري في الكواليس لكنني اكشف ما اجد مناسبا ان اكشفه ويجري وبقي مدة طويلة هنا هنا في اماكنهم معروفة اماكنهم هنا حاولوا حاولوا اختراق عائلتي عن طريق النساء وحاولوا اختراق مؤسسة القمر حاولوا اختراق كادري قناة القمر حاولوا عدة محاولات ولكنهم فشلوا وحينما طال بهم الوقت محمد اللي بالنجف غضب عليهم وارجعهم وهذان الشخصان موجودان في النجف ولو ذكرت لك اسماءهم فانك تعرفهم ما انت ببعيد عن هذه الاجواء هي هي الاجواء التي انت تتحرك فيها قد تتحرك في اجواء مرجعية اخرى ولكنك مطلع على تفاصيل ما يجري في سائر مرجعيات السفاهة والسفالة في النجف ما هو الهدف حتى يقولون الطوس شور به قطعا اتباعهم الحمير سيصدقون لكن خوفي انكم ستصدقون ربما نجحوا في محاولة ثانية لا ادري فاذا ما حدث هذا لي واصبحت عاجزا عن الكلام فلا صدقون انهم شوروا بيه انا اقولكم الاجحاب تشور وذول ما يشورون الاجحاب ممكن تشور تشور انها تترك اشارة في شخص يعاقب بسبب عمل سيء قام به هذا تعبير شعبي عراقي يقولون يقولون امام ما يشور ما حد يزور يشور يترك اشارة هذه الاشارة تشير الى ان ذلك الشخص قد قام بفعل سيء وهذه عقوبة له فيردون يقولون الطوس شور بيه السيستان شور بيه بهذه الطريقة الخبيثة انا اسألك هؤلاء الذين سافروا بهذا العمل كان سفرهم سفر طاعة ام كان سفرهم سفر معصية صحيح انهم يريدون القيام بجريمته لكنك تقوم بالامر نفسه مثل ما يقومون هؤلاء بخدمة مرجعهم فانت كذلك تقوم بخدمة مرجعك بالنحو الذي يحتاجه منك مرجع هذين الشخصين العراقي والسعودي كان محتاجا منهما ان يقوم بهذا الامر سفرهم سفر معصية وسفرك انت ايضا سفر معصية هذا الحديث ينطبق على واقعهم جميعا تربة الحسين التي تلونت بلون الدم في متحف العتبة الحسينية الحكاية التي تعرفونها وتحدثت عنها كرارا ومرارا في برامج السستاني امر باخفائها بطمرها عن الشيعة وطمرت حفظوها في خزائن متحف العتبة لما جاء سلطان البهرة قبل اشهر الى العراق وزار كربلا طلب منهم ان يعطوه تلك التربة وفعلا اعطوه تلك التربة اعطوه شطرا منها قدموا تلك التربة حديتان لسلطان البهرة هؤلاء اعداء العترة هذا الامر لم يفعله موظف صغير هذا الامر جاء من النجف وصدر من خلال عبد المهد الكربلاء وموظفان كبيران في العتبة الحسينية قدم تلك التربة الى سلطان البهرة هذه حكاية حقيقية وعند التفاصيل واعرف الاسماء لكنني لست بصدد الحديث عن فلان وفلان انما اريد ان ابين لكم الواقع الذي تعيشون فيه سلطان البهرة الذي هو من اعداء العترة هؤلاء اعداء العترة يعطى تربة ما هي بملك للسستاني ولا هي بملك لعبد المهدي الكربلاء هذه ملك الحجة ابن الحسن والدليل ان الامام نفذ معجزة فيها معاجز الغيب لا تتحقق الا باذن من الامام الحج فهذه التربة ملكه وهو ارادها لشيعته السستاني طمرها وبعد ذلك تقدم هدية لعدو من اعداء العترة هذا هو الذي يجري على ارض الواقع وحينما يتحدث ناصر من ناصري العترة من امثال يخطط له ما يخطط فقلت له يابن رسول الله بماذا بماذا صار حال الذين ينتحلون مودتكم ان تكون فتنتهم اشد من فتنة الدجال قال بموالات اعدائنا ومعادات اوليائنا انه اذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الامر فلم يعرف مؤمن من منافق هذا مثال بسيط وبإمكان ان ارد الامثلة الكثيرة والكثيرة من هذا الواقع السيء انه واقع المذهب الطوسي القذر الذي يتمثل بمراجع القذارة والقمامة في النجف وكربلاء انها حوزة القذارة والقمامة حوزة النجف اللعينة نذهب الى فاصل السلام على الجيوب المبرجات السلام على الشفاه البابلات السلام على النفوس المسطلمات السلام على الأرواح المختلسات السلام على الأجساد العاريات السلام على الجسوم الشاعبات السلام على الدماء السائلات السلام على الأعضاء المقطعات السلام على الرؤوس المشالات السلام على النسوة البارزات السلام على المشالات السلام على الأبدان السليباء السلام على العسرة القريباء السلام على المجدلين في الفلواء السلام على النازحين عن الأوطان السلام على المدفونين السلام على المدفونين بلا أكفاء السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان السلام على المدفونين هل تتفق معي أن هؤلاء عباسيون أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء هؤلاء عباسيون أقرأ عليك هذه الرواية من الجزء السابع عشر من وسائل الشيعة للحر العامل وهذه طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة في الصفحة الثمانين بعد المئة الحديث التاسع بسنده بسند الحر العامل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من سود اسمه سود اسمه أي كتب اسمه في أي مستوى من المستويات ليس بالضرورة أن يكون رئيسا للوزراء ليس بالضرورة أن يكون الوكيل الأول اسم كتب إنها أدنى مشاركة من المشاركات من سود اسمه في ديواني ولد سابع سابع أقلبها عباس أقلب كلمة سابع عباس لا يوجد هناك سابع مثل ما جاء في الروايات في قلبي اسمي عمر رمع فعلها رمع قام بها رمع رمع يعني عمر من سود اسمه في ديواني ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرة بالضبط مثلما يفعل الكثير من طلاب الحوزة حينما يريدون أن يتحدثوا بسوء عن السستاني فإنهم يأتون باسم صدام يأتون باسم صدام أو باسم غلاس وهذا عنوان لمسلسل بدوي كان يبث في الدول العربية في العراق وغير العراق وكان العراقيون يعبرون عن صدام بغلاس فهناك في النجف من طلاب الحوزة حينما يتحدثون عن السستاني لا يستطيعون أن يذكر اسمه أو اسم ولده محمد رضا فإما أن يتحدثوا عن صدام وإما أن يتحدثوا عن غلاس وهم يعرفون فيما بينهم أن الحديث عن السستاني الحكاية هي الحكاية من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرا الحديث الذي قبل هذا الحديث الإمام يتحدث عن ولد سابع عن بني العباس إمامنا الصادق يقول لا تعنهم لا تعنهم على بناء مسجد حتى على بناء مسجد لا تعنهم لا تعنهم على بناء مسجد هذا هو الحديث الثامن من الباب نفسه في الصفحة الثمانين بعد المئة من الجزء السابع عشر من وسائل الشيعة من طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة الإمام الصادق يقول لا تعنهم لا تعن العباسيين على بناء مسجد من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرا هذه الأحاديث تنطبق تمام الانطباق على الواقع الذي نعيشه وعلى الواقع الذي تعيشه أنت بشكل مباشر رجال الكشي وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي إنها الطبعة الرابعة ألفين وأربع ميلادي صفحة أربعمية وثلاثة وتسعين رقم الحديث تسعمية وستة وأربعين بسنده بسند الكشي عن يونس إبن عبد الرحمن قال مات أبو الحسن إمامنا الكاظم قتله مسموما قتله العباسيون مات أبو الحسن وليس من قوامه يعني من وكلائه من الشيعة وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير لأن الإمام كان في السجن والإمام الرضى لا يتصدى الأمور الأمنية معقدة جدا ونظام الإمامة له قوانينه وخصائصه للمحافظة على الإمام القادم مات أبو الحسن إمامنا الكاظم وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير وكان ذلك سبب وقوفهم أن أسسوا الدين الواقف أسسوا دين الواقف وكان ذلك سبب وقوفهم وجحودهم موتة وقالوا من أنه غاب حتى تبقى الأموال عندهم وينكروا إمامة الإمام الرضى لأن الإمام الرضى إذا ما تحققت إمامته بعد استشهاد أبيه فإنه سيطالبهم بالأموال وكان ذلك سبب وقوفهم وجحودهم موتة وكان عند زياد القندي على سبيل المثال هذا من أئمة الواقفة وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار هذا الذي يعلم به يونس القضية ليست معلومة بالتمام والكمال وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار قال فلما رأيت ذلك يونس يقول قال فلما رأيت ذلك وتبين علي الحق وتبين علي الحق يونس يبدو أنه قد مر في مرحلة شك في إمامه الرضى هذه المشكلة وقعت في أصحاب العمائم وماتوا على هذا الضلال إذا كان هناك من مجموعة يقال لهم مراجع يقال لهم حوزة في ذلك الزمان فإن جميعهم قد دانوا بدين الواقفة وأنكروا إمامة الإمام الرضى وماتوا على هذا عوام الشيعة في البداية تبعوهم ولكن بعد ذلك تراجعوا لأن عوام الشيعة ليس لهم من مصلحة لا في الأموال الدينية ولا في المناصب الدينية أصحاب العمائم هم الذين يبحثون عن هذين الأمرين والحال هو هو في زماننا يونس يقول فلما رأيت ذلك وتبين علي الحق وعرفت من أمر أبي الحسن الرضى ما علمت تكلمت ودعوت الناس إليه بدأت أبين الحقيقة وأكشف زيف هؤلاء المراجع قال يونس فبعث إليه من؟ زياد القندي والبطائن فبعث إليه وقال ما تدعو إلى هذا؟ اترك هذا الأمر إن كنت تريد المال فنحن نغنيك وضمنا لي عشرة آلاف دينار وقال لي كف قال يونس فقلت أما روينا عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه فإن لم يفعل سلب نور الإيمان وهذا هو الذي أقوم به موقفي هنا كموقفي يونس أبن عبد الرحمن وكل منا له ظروفه وشؤونه وخصائصه فقلت لهما أما روينا عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه فإن لم يفعل سلب نور الإيمان وما كنت لأدع الجهاد وأمر الله على كل حال فناصباني وأظهر لي العداوة طبق هذا الواقع على الذي أنت فيه تدبر في هذه النصوص وفي هذه الروايات والأحاديث التي تلوتها على مسامعك وأتمنى على المشاهدين أن يتابعوا الإعادة هذه الحقائق لن تسمعوها من غير قناة القمار هذا الواقع الشيعي كان بهذه الصورة ولا زال بهذه الصورة وقت الحلقة انتهى ولكنني لا بد أن أكمل كلامي لأن الحلقة هذه هي الحلقة الأخيرة من برنامج الخاتمة وبها ينتهي برنامج ملف الكتاب والعترة سؤال يطرح نفسه وماذا بعد وإلى أين وما هي النتيجة بالنسبة لي أقول لكم ليس هناك من نتيجة الحال سيبقى هوه الأمور الأمور كما هي لن تتغير من الذي سيغير الأمور لا يوجد أحد يغير الأمور وشعة على صنفين صنف هم الديخيون أتباع المراجع هؤلاء الديخيون هؤلاء بشر حمير لا يتوقع منهم شيء إذا أردنا أن نتوقع منهم شيئا فإننا نتوقع ردود الأفعال السيئة وردود الأفعال القبيحة الذين عرفوا الحقيقة يبدو أنهم سيبقون على حالهم لن يصنعوا شيئا الأمور ستبقى كما هي إنني حدثتكم عن الحل وتكلمت كثيرا عن صناعة تيار فكري مجتمعي هذا هو الذي يمثل حلا على الأقل للذين عرفوا الحقيقة أن يشكل لهم عامل شرعية اجتماعية المرجعية القادمة إنها تحد سيوفها من الآن صدقوني أنا لا أقول كلامي جزافا المرجعية القادمة تعد برامجها من الآن في كواليسها إذا لم تبادروا ولم تعجلوا بصناعة التيار الفكري المجتمعي وفي الشارع على أرض الواقع فإنكم ستندمون وهذا هو الذي سيحدث لأن شيعة عبر التأريخ ينتبهون بعد فوات الأوان دائما بعد فوات الأوان ستتذكرون وقد لا أكون موجودا بينكم من منا يعرف متى سيأتي أجله تتذكرون أن فلانا قال كذا وكذا هذه الأيام محرم وصفر من أفضل الأيام التي تمثل وقتا مناسبا جدا لصناعة التيار الفكري المجتمعي ولتوسعة مساحته تواصلوا مع الشباب السني الذين يبحثون عن الحقيقة تواصلوا معه أنتم الذين تعتبرون أنفسكم النخبة في هذا المجتمع واجبكم هو هذا وظيفتكم الشرعية هي هذا ولكنكم ستندمون بعد ذلك حينما يفوت الأوان وهذا هو الذي أعرفه على الأقل أنا شخصيا أعرفه عن تأريخ الشيعة في سالف الأزمان وعن واقع الشيعة الذي عاصرته عاصرته منذ نعومة أظفاري وإلى الآن ولن أقول أكثر من هذا وقت الحلقة انتهى سأعود إليكم قريبا إن شاء الله تعالى في برنامج وعدتكم به الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة لا أحدد موعدا أنا والأحيام أنا ووضعي الصحي أنا والأسباب لكنني سأعود إليكم قريبا بهذا البرنامج هذه الحلقة سيعاد بثها يوم غد وأتمنى عليكم أن تتابعوها لأنها مهمة جدا وبعد إعادة هذه الحلقة سنعيد بثة الحلقات التالية من صولة القمر من الحلقة أربعمية وخمسة وثلاثين إلى الحلقة أربعمية واثنين واربعين أربعمية وثلاثين ومن الحلقة أربعمية وخمسة وسبعين إلى الحلقة أربعمية وسبعة وتسعين إنها الحلقات التي ناقشت فيها صحيح البخاري فهناك طلب لإعادة بثها إذن إذن في يوم غد سنعيد بث هذه الحلقة وبعد يوم غد سنعيد بث هذه الحلقات أربعمية وخمسة وثلاثين إلى أربعمية واثنين واربعين وبعد ذلك أربعمية وخمسة وسبعين إلى أربعمية وسبعة وتسعين وسنحيطكم علماً بكل جديد فإذا كان هناك من بث مباشر استثنائي سنخبركم نلتقي قريباً إن شاء الله تعالى وصلى الله عليك يا أبا عبد الله زيارة الحسين على البعد أن نقول ثلاثاً وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله اللهم يا رب الحسين بحق الحسين إش في صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعنى ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبية أسألكم الدعاء جميعاً في أمان الله شكراً للمشاهدة